برحب بحضراتكم مرة تانية وعندنا كلام كتير أكيد عن مباراة الأهلي وسيمبا تنزاني في دور المجموعات المجموع الأولى طبعا بدوري أبطال أفريقيا المباراة تكون بكرة الساعة 3 العصر كلام كتير مع نجم الأهلي الصابق كابتن أحمد عبد الفتاح اللي منوارني في الاستوديو برحب بيك يا كابتن بساء الخير وأنا برحب بيك وبرحب جميع مشوهدين النادي الأهلي وإن شاء الله أكون كده ضيف خريفة عليهم النهاردة إن شاء الله أكيد طبعا دايما يا كابتن منوارنا وخليني أبدأ مع حضرتك من يمكن الخبر اللي لسه جاي لي دلوقتي إنه الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا تنزاني شاهد الاتفاق على إن يكون 25% بس من الجماهير هي اللي موجودة في المباراة يعني بنتكلم في حوالي 15 ألف مشجع أو متفارج في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عايزة عرف شايف إزاي فكرة الحضور الجماهيري الكبير بالنسبة لسيمبا التنزاني هيأثر على مجريات اللقاء وإنه إحنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك كده 15 ألف مثلاً اللي هيكون متواجد أنا شايف النقطة ممكن تبقى لقطة إيجابية للاعبة النادى الأهلي بقى لهم فترة بلعبوا بلغير جمهور أنا شايف أن دي ممكن حاجة بقى إيجابية لهم فرصة أنهم يلعبوا قدام جمهور دي عايزين فترة جاية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الوباء دايبت عننا إن شاء الله فترة جاية ونرجع جمهور الملعب المصرية وجمهور النادى اللقاء تتمتع بفرقتها واتمنى إن شاء الله المباراة بكرة إن شاء الله تكون الموضوع يكون إيجابي لنا من السلب إن شاء الله إن شاء الله بكرة بقى هنتكلم عن المباراة فالناياً أكتر شايفها إزاي أنا شايفة يعني كمية عندهم يعني تحفز كبير قوي للمباراة عارف اللي هو فيه رغبة شديدة جداً للفوز وده طبعاً حق مشروع قدام بطل أفريقيا ولكن يمكن كانت تصريحات حتى المتحدث الإعلامي قبل المباراة أنه بيشبهوها بالحرب مباراة الأهل يوسين بالتنزيل بوسي مباراة النادى الأهل طبعاً في أفريقيا أي نادى الأهل بيروح لعب أي فهرة في أفريقيا الموضوع بالنسبة لهم بيبقى حاجة كبيرة قوي نادى الأهل تسعى بطولات أفريقيا رقم كبير جداً مش موجود لأي فرقة في أفريقيا نادى الأهل جاي لسه من كاس العالم الأندية عامل نتاج إيجابية تالت العالم فريق سيمبا نتاجه برضو أو نتاج المباراة اللي فاتت إنه يكسب بيتا كلاب بره منعبه دي ديته برضو روح جديدة أو ديته عنصر إيجابي إنه هو يقدر يفكر في المكسب ويفكر أنه يتصدر المجموعة كل الحاجات دي مشروعة بالنسبة لهم وبرضو مشروعة بالنسبة لعبة النادى الأهلي المباراة نفسها أكيد صعبة في جو صعب الرطوبة عالية هناك درجة حرارة عالية بس إحنا متأكدين وعارفين لعبة النادى الأهلي طول عمرهم بيقادرين يتغلبوا على الظروف دي زي ما قلنا النادى الأهلي مسافر أو رايح بعد مباراة المريخ ومكسب مريح هنا الأدى أو ما كانش كويس أوه في مباراة المريخ من وجهة نظري أنا نتيجة كبيرة بس أنا شايف أن لعبة النادى الأهلي خلاص متمرسين أو عندهم الخبرة بيعملوا إزاي في دور المجموعات بالزاد بس كان عودة من كاس العالم يا كابتن وإرهاق وبتلعب بعد حلف بارني مينغ في بالميروس فأنه يبقى فعلا الأدى ده بالنتيجة دي في المريخ متأكد لي كان مرضي بشكل كبير طبعا مرضي جدا النتيجة في ظل الإجهاد الكبير بعد الرجوع بعد تالت كاس عالم دي طبعا نتيجة إيجابية كويسة جدا أنا شايف أن المباراة اللي جاية بقى اللي هو بكرا إن شاء الله هتبقى أصعب فرقة كسبة برا ملعبها معهم مدرب بلجيكي عنده خبرة عن الدور المصري ولعبة المصري لأنه كان ماسك نادي الجيشة بكده عنده خبرة عن لعبة النادي الأهلي واحد واحد وإحنا رايحين عندنا برضو غيابات شوية إزا كان حسين الشحات عندنا مشكلة برضو في حتة الجيلة في شوية شايف الغيابات دي هتأثر؟ طبعا حسين الشحات ولد سليمان ممكن أي من أشرف في رجع المباراة دي شايف أن برضو يعني طبعا أي لعيب مؤثر شايف أنه ممكن بس مع لعبة النادي الأهلي إن شاء الله قادرين إن شاء الله يعملوا نتيجة جيبا بك بإذن الله